زي ما قلت في المقدمة في كل العالم حتى في أوروبا وأمريكا اللي فيها الحريات واسعة جدا بنلاقي خلافات بين المؤسسات الدينية وصناع الفن لكن في مصر ما شاء الله فيه مؤسسة دينية بتقف جنب الفن وبتعمل مهرجان مهم وقوي أنا شخصا شرفت أنه كنت عضوة لجنة تحكيم أحد الدورات وكنت سعيدة جدا باهتمام حضراتكو واهتمامك بشكل شخصي بأبينا وبالفن وقدي بتاعه تتفرج على الأفلام معانا وما يميز بقى كمان أبونا والمركز الحقيقة ما بيدخلوش أبدا في اختيار لجنة التحكيم يعني كان بيقعد يشوف الأفلام معانا وأحيانا كان بيقعد في المناقشات عمره ما قال طب ما ندي دا أو لا 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 الحرية مطلقة لنا في اختيار الجوائز في الأفلام بس في يابونا بعض النقاط والصحفيين بياخد على المهرجان دا معينه قائم على دا إن حضراتكم بتختاروا في اختياراتكم الأفلام اللي بتتشاف أو بتتقدم للمهرجان الأفلام اللي قائمة على نقول إيه؟ معايير أو المعايير اللي بتقدم معايير أخلاقية رغم إن النقاط عندهم رأيي إن فيش حاجة يسمها سينما أخلاقية ولا أخلاقية أو سينما نظيفة ولا نظيفة المعايير دي مين اللي حطها ولسه مستمرين عليها ولا نويين تختاروا الأفلام من منظور فني فقط بداية أكيد كتير بيتساءلوا من كل الأديان إيه اللي دخل رجل الدين مع الفن وخاصة فن السينما والدراما وأخرهم توضيحا سنة 1936 قدست البابا بيوس 11 بعت منشور رسمي لأسقفة أمريكا لأنه قال لهم فيه اختراع جديد ابتدى ينتشر في العالم اسمه السينما وبقال له فطرة وأنتم مقلقين منه فيريد تستغلوا هذا الاختراع الجميل من أجل الخير والحق والجمال ومن هذا المنطلق اتشجعوا طبعا رجال الدين على أنه يأسسوا حاجة اسمها المركز الكاثوليكي العالمي للسينما وإحنا في مصر تأسس سنة 1949 على يد المؤرخ السينماي الأستاذ فريد المزاوي رحمه الله والأب بوتروس فرنسيدس قالوا أنتو ربان فرنسكان بتحبوا الفنون طب ليه من نعملش مركز في سبيل أن احنا نشجع الشباب على مشاهدة الأفلام وتقييمها ونعمل ندوات وبالفعل نشأ مركز في قاهرة وفرع تاني ليه في اسكندرية في اسمه وحام ومن وقتها ابتدوا يهتموا قوي ويشجعوا الشباب على مشاهدة الأفلام وحب السينما وكل الفنون سنة 1952 قالوا طب ما احنا شافين في مصر فيه أفلام رائعة جدا نعمل بقى هنا الوقفة اللي بعض النقاط بيرفضوها نختار الأفلام اللي بتعرض تجاريا من 1 يناير لوحة 31 ديسمبر على أساس معايير أخلاقية إنسانية فنية طبعا زرح لك قلت أن بعض النقاط بيرفضوا هذا بلا ذكر أسماء أحد النقاط اللي رفضوا تصرح في إحدى الجرائد فأنا اتصلت به هاتفيا بينه وبينه قلت له اعتبره السر إعتراف ترضى حضرتك أن أولادك يشوفوا فيلم فيه مثلا إسفاف وفيلم فيه عنف جديد قال لي لا قلت له حاجة جوفت على السؤال فإحنا كجاهة دينية ما ظنش جاهة دينية يعني هتختار على معايير العادية فنية فقط ناحية الفنية مهمة طبعا بس إحنا عشان كيف نقول ثلاث معايير ما قلناش معاييرين ما قلناش أخلاق فقط أو قلنا ناحية أخلاقية فنية إنسانية بنربطهم ببعض إحنا عد علينا في السنين اللي فاتت أفلام جميلة ما فاش أي حاجة وحشة لا تاخدش حياة ولا غيره ولا لفظه ولا آخره بس لأنها ضعيفة جدا ما فيش سيناريا ضعيفة فنيا فنيا فما اخترته هاش ما اخترناهاش رغم إحنا جاهة دينية فعش كيف نختار دايما على هذه المعايير كجاهة دينية وبنشجع بنقول لنا خلي بالكم فيش عاجة اسمها ما نقدرش نعمل بنقول الفن حرام السينيما حرام لا نقدر نستفد منها طبعا وبالفعلي يعني كتير من الشباب وكتير من اللي بيقولنا في المركز بيبقوا متطمنين يقولوا احنا عارفين إذا هتخدر أفلام كده هنيجي نحضر عندكم ونشوف الأفلام دي ترجمة نانسي قنقر